دي ايام الاهلي مش بس على سبيل الانشآت لا اعتقد الموقف والقرار والجول اللي جابه الكابتب محمود الخطيب انا قلت ده جون اجمل من جون عالتوقة جون اللي جابه في عالتوقة في ماتش التونس بس هو شبه عارف ليه؟ اه لو تعرفت بقولنا حوريلكم الشبه ايه؟ اه فجون عالتوقة هو عالتكورة فقلنا الخطيب فقدر هجيبها بكعب وحططها قدامه مسبق لكل لا اه رح مرقص الدفاع كله اللي متوقعش انه هجيبها بكعب وحطها قدامه الزبط فهتاني الخطيب وهيداعي انه مش شايفه الكورة انه كان برقص الدفاع اه فرقص الدنيا كلها بقرار سيذكره التاريخ خدوا بالكوا حاجة انا اسف ان احنا هنقفز على الموضوع سريعا بس هنرجع له لكن بينقصينا عشان المواندس عاد للغاية دلوقتي ما وعدنش اللي بتبقى صلة واحد فعشان تكتمل المسألة اللي حصل ده هيذكره التاريخ بشكل وبارز وواضح جدا احنا بنحكي دايما وابدا على المواقف في تاريخ النادي الاهلي اللي انتصرت للاهلي كقيمة وكاسم وكمعنى وكتاريخ وكهيبة وكصورة وكحاجة جميلة جدا بنذكر كل المواقف يتقال الاهلي سنة 28 اوقف حسين حجازي عشان السلوك الرياضي يتقال الاهلي في 85 اوقف فريق بالكامل عشان وقعت الكابت نجاري والتدريب بره النادي يتقال ان الاهلي اوقف حسين مبراهيم ما عرفش عشان ايه حيتقال الاهلي في مارس 2018 خليكم فاكرين مارس 2018 استغنى الاهلي عن احسن لاعب في مصر استغنى عنه عرضوا للبيع رفض تماما فكرة انه حد يضحك على الاهلي انتصر لحقه انتصر لصورته انتصر لجمهوره انتصر لتاريخه مش عايز اقول اكتر من كده في هذه المقدمة لكن لها عودة تفصيلية وهو يفعل هذا كان يراعي مصلحة اللعب لانه ده مش اجراء انتقام ده اجراء خلاص وصلوا لنقطة الفراق الفراق بالمعنى اللي هو الناس عايزة تفهمه انما انت كنت ترى ان مصلحتك كذا 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 خلاص الاهلي ميدحكش عليه واللعب استجاب انا عايز اقولك حاجة احنا نقدر نقش ده بسرعة لا خليم ديكتور مرة طيب لكن في نفس الوقت ايضا نفس يعني ما انتش بتعمل معاه جراء انتقامي لكن بتعمل معاه جراء اداري سليم يليخ بالقالي طيب هو عموما ده اجراء مهم جدا وده قرار للتاريخ هنجله بالتفصيل